مرحبا بكم في مكتبة العام عارف اليوم سألخص لكم رواية 1984 للكاتب الإنجليزي جورج أورويل والتي نشرها عام 1949 وينستون سميث عضو متدن المستوى في الحزب الحاكم بلندن في دولة أوكيانوسيا في كل مكان يذهب إليه وينستون وحتى في منزله يراقبه الحزب من خلال شاشات عرض وفي كل مكان ينظر إليه يرى وجه زعيم الحزب الذي يبدو أنه يعلم كل شيء وهو شخصية معروفة فقط باسم الأخ الأكبر بيج براثر يتحكم الحزب في كل شيء في أوكيانوسيا حتى في تاريخ الناس ولغتهم في الوقت الحالي يفرض الحزب تطبيق لغة مخترعة تسمى نيو سبيك تحاول منع التمرد السياسي من خلال القضاء على جميع الكلمات المتعلقة به وحتى التفكير في الأفكار المتمردة غير قانوني فجرائم الفكر هذه تعد أسوأ الجرائم على الإطلاق مع بداية الرواية يشعر وينستون بالإحباط من القمع والسيطرة الصارمة لذين يفرضهم الحزب من خلال حظر حرية الفكر والجنس وأي تعبير عن الفردية يكره وينستون الحزب ويشتري بشكل غير قانوني يوميات يدون فيها أفكاره الإجرامية كما أنه يركز على التقرب إلى عضو قوي في الحزب يدعى أوبراين والذي يعتقد وينستون أنه عضو سري في جماعة الإخوان المجموعة الأسطورية الغامضة التي تعمل على قلب نظام الحكم يعمل وينستون في وزارة الحقيقة حيث يغير تاريخ السجلات لتناسب احتياجات الحزب يلاحظ زميلة في العمل وهي فتاة جميلة ذات شعر داكن تحدق فيه ويخشى أنها مخبرة ستسلمه لجريمته الفكرية إنه منزعج من سيطرة الحزب على التاريخ يزعم الحزب أن أوقيا نوسيا كانت دائما متحالفة مع إيست أيجا في حرب ضد يوريجيا ولكن وينستون يتذكر وقتا لم يكن فيه هذا الأمر صحيحا كما يدعي الحزب أن إيمانويل جولدستين القائد المزعوم للإخوان هو أخطر رجل على قيد الحياة لكن هذا لا يبدو معقولا بالنسبة إلى وينستون يقضي وينستون أمسياته يتجول في أفقر أحياء لندن حيث يعيش البروليتاريون أو عامة الشعب حياة بائسة بعيدة نسبيا عن مراقبة الحزب ذات يوم يتلقى وينستون رسالة من الفتاة ذات الشعر الداكن تقول أنا أحبك تخبره باسمها جوليا ويبدأان علاقة غرامية سرية ويبحثان دائما عن علامات مراقبة الحزب في النهاية استأجر غرفة فوق متجر السلع المستعملة في الحي العام حيث اشترى وينستون المذكرات هذه العلاقة تستمر لبعض الوقت وينستون متأكد من أنه سيتم القبض عليهما ومعاقبتهما عاجلا أو آجلا فوينستون يعلم أن الفشل مصيره منذ أن كتب أولى يومياته أما جوليا فهي أكثر واقعية وتفاؤلا مع تقدم علاقة وينستون بجوليا تزداد كراهيته للحزب أكثر فأكثر وأخيرا يتلقى الرسالة التي كان ينتظرها يريد أوبراين رؤيته يسافر وينستون وجوليا إلى شقة أوبراين الفاخرة بصفته عضوا في الحزب الداخلي القوي بينما وينستون ينتمي إلى الحزب الخارجي يعيش أوبراين حياة فاخرة لا يمكن أن يتخيلها سوى وينستون يؤكد أوبراين لوينستون وجوليا أنه يكره الحزب ويقول إنه يعمل ضده كعضو في جماعة الإخوان The Brotherhood يدخل وينستون وجوليا في جماعة الإخوان ويعطي وينستون نسخة من كتاب إيمانويل جولدستين بيان الإخوان ويقرأ وينستون الكتاب وهو مزيج من عدة نظريات اجتماعية للقرن العشرين قائمة على الطبقة يقرأ هذا الكتاب على جوليا في الغرفة فوق المتجر فجأة يقتحم الجنود الغرفة ويتم اعتقالهما يتم الكشف أن السيدة تشارينتون مالك المتجر كان عضوا في شرطة الفكر طوال الوقت وينستون الذي تم التفريق بينه وبين جوليا ونقله إلى مكان يسمى وزارة الحب يجد أن أوبراين أيضا جاسوس حزبي تظاهر بأنه عضو في جماعة الإخوان من أجل دفع وينستون لارتكاب تمرد مفتوح ضد الحزب يقضي أوبراين شهورا في تعذيب وغسيل دماغ وينستون الذي يكافح من أجل المقاومة وأخيرا أرسله أوبراين إلى الغرفة المخيفة 101 الوجه النهائي لأي شخص يعارض الحزب هناك يخبر أوبراين وينستون أنه سيضطر لمواجهة أسوأ مخاوفه في الكثير من فصول الرواية كان وينستون يرى كوابيس عن الفئران يضع أوبراين قفصا مليئا بالفئران على رأس وينستون ويستعد للسماح للفئران الجائعة بأكل وجهه يتوسل وينستون لأوبراين أن يفعل ذلك لجوليا وليس له التخلي عن جوليا هو ما كان يريده أوبراين من وينستون طوال الوقت بروح منكسرة يطلق صراح وينستون ويقابل جوليا لكنه لم يعد يشعر بأي شيء تجاهها لقد قبل الحزب بالكامل وتعلم أن يحب الأخ الأكبر أتمنى أن تكون رواية 1984 قد أعجبتكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر